ألخص معك في هذه الخريطة إذن سيد ياسر ماذا نفهم اليوم إذا ما أخذنا الخريطة بشكل كامل اليوم الانسحاب من مدينة كييف وأيضا محيط هذه العاصمة والتركيز على شرق أوكرانيا ماذا تهدف الآن روسيا إلى تحقيقه في أوكرانيا حاليا؟ بدأت روسيا عبر بوتين بتصليحات أنها ستغير النظام السياسي في أوكرانيا الآن تريد روسيا أن تقنع نفسها وتقنع شعبها أنها جل عملية العسكرية كان يركز على خطوط إمداد برية عبر القرم والسيطرة على ما يعرف ببحر الأزوف يعني أنا بتصوري روسيا الآن تمني نفسها فيما إذا سيطرت على ماريوبول وبالتالي سيطرت على مجمل بحر أزوف وكان هذا البحر الآن أصبح بحيرة روسية تقنع روسيا أنها حافظت على جزء من ماء وجهها ولكن الهدف الرئيسي كان هو إسقاط أوكرانيا ومن ثم إسقاط أوديسا عبر أوديسا التي هي تعتبر أهم ميناء على البحر الأسود الآن ستكتفي روسيا بجائزة ترضية فيما إذا سيطرت على ماريوبول وبالتالي 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 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة